الشاعر بيرسي الشيلي الشاعر العظيم الذي كان يرى نفسه يا أخواني من مشرعي البشرية قال لك الشعراء هم المشرعون غير المعترب بهم للدنيا قال ليس الأنبياء، لأنه كان ملحداً إثيس كان بيرسي بيرسي الشيلي كان ملحداً وكتبه شاب في الجامعة بيان إلحاد قال لك بلا أنبياء بلا رسالات بلا أنبياء؟ الله العظيم أنا أقول لكم وخاصة إقرأوا، إقرأوا تاريخي الفكر والأفكار وأنتم ستفهمون هذا الشيء بشكل واضح الدنيا هذه بلا نبوات بلا رسالات رسالات حقيقية تفهم حقاً مش تقبلها مخيف جداً مش مربك مخيف فضيع في أي لحظة كل ما نحن في هذا ممكن ينهار في أي لحظة بالنظريات والأفكار وشوفنا كيف الفاشية وشوفنا الستالينية وشوفنا النازية وكلها في وقت واحد، ولا ما الصحيح شوفنا، شوفنا بعد عهود من التنوير والعقلانية والهيمانية والحقوق الإنسانية شوفنا، ولا ما الصحيح والآن ممكن تشوف كمان ما هو أفضل عادي جداً، ما في أمان ما في أمان حقيقي وطبعاً في الشيء أمان مع الدين بالطريقة التي بعض الناس يفهمون الدين بها في الشيء أمان بالمرة، فيما هو أزوأ والديورانت يقول سنة 342 لسنة 343 سنة واحدة فقط في فتنة بين المسيحيين طيب، لماذا انتم اعترف بكم خسطنطين بن هيلانا؟ ملوش عشرين سنة، صح ولا؟ لسه، ايش قصد كنتو؟ ايه، شموا ريحتهم؟ كانوا نذبحوا لوقت خريب الآن اعترف بهم وحيصير دينهم سنة 380، دين الإمبراطورية لسه قبل 343 فتنة بين المسيحيين أنفسهم يقول ديورانت راح فيها من الضحايا المسيحيين أكثر مما سجل التاريخ من ضحايا الرومان من المسيحيين ايش رأيكم؟ الله أكبر قرون الرومان يذبحون المسيحيين ديرون الذي ذكرت لكم اليوم هذا كان يتخذون مشاعل يصلبهم أحياء أو أمواتا ويشعل بهم كأنهم مشاعل في الطريق ما رأيكم؟ يعمل هذا بمئات ألاف الجثث قال لك المسيحيون قتلوا في سنة واحد من أنفسهم أكثر مما فعل الرومان في هذه القرون الثلاثة تصلوا بديني مجنون لأنه باسم السماعات باسم الحقيقة المطلقة باسم المقدس باسم الله باسم إيه؟ باسم الله شيء مرعب